النهاردة اول ايام عيد الفطر المبارك يسعدني ان انا اتواصل مع حضراتكو عبر قناتنا الجميلة الصحة والجمال اتواصل مع بعض ويبقى احوارنا النهاردة يعني احوار خاص بالظروف اللي احنا فيها دلوقتي واليوم الجميل اللي احنا فيه اللي هو يوم الجائزة يوم العيد وتحت عمركم طبعا لو فيه اي حد محتاج اي اسئلة في اي تواصل معانا عبر التليفون القناة اللي موجود على الشاشة ويسعدني تواصلكم معانا باستمرار من خلال قناتنا الجميلة قناة الصحة والجمال كل سنة ونا طيبين كل سنة وكلنا طيبين طبعا العيد السنة دي عيد الفطر المبارك له ظروف خاصة ربنا سبحانه وتعالى ارادها للكرة الارضية كلها مش لمصر بس ولا لأي دولة في العالم على احدا ولكن امره انه يبقى الناس تقريبا الكرة الارضية كلها اصبحت سجون عبر حدودها لمواطنيها فما بقاش فيه الخروج والتزاور والانتقالات وكلام من ده طبعا دوت يعني امر عنيف جدا محدش شهدوا فينا في خلال التاريخ القريب للكرة الارضية والبشرية عموما لكن على اي حال من الاحوال طبعا ده بينعكس على العيد بانه بيكون تقوصه مختلفة كثيرا عن التقوص اللي كنا بنمارسها في السنين والسنوات والاعياد السابقة ان شاء الله تنتهي على خير باذن الله النهاردة الشأن الاول اللي هو شأن مصر عموما والعالم كله بخصوص مرض كورونا المتفشي في كل دول العالم شرقها واربها بلا حدود وبلا تمييز يعني زي بالظبط كده ما يكون فيه بقرة هايجة راح تخدخلها على مول وفضل التكسر فيه لا بيهمها ده محل دهب او ده محل كذا فالمهم ان هو اصبح فيه نوع من الارتباك الشديد في العالم كله فيه خسائر بالالاف من الاصابات وفيه خسائر بالالاف من الوفيات ومزال العداد شغال ده امر برضه لازم نتكلم فيه وعلاقته بالنهاردة يوم عيد الفطر المبارك لانه هذا المرض ينتقل عن طريق الازدحام والتلاصق الشديد والتقارب الشديد وعدم اخد مسافة كافية بينك وبين الدم منك وده الليك بيقدي في الاخر بالحتم بالحتم لانه يكون فيه انتشار يومي وانتشار اكثر فاكثر فاكثر ليه؟ لانه هذا المرض طبيعته انه بيبقى يعني بينتقل عن طريق الرزاز والفم والامراض المعادية اللي بتنتقل عن طريق الرزاز والفم اللي هي كان اشهرها القبل كده اللوز والانفلوانزا والكلام ده كله وجيبه الانفية لا يمكن منعها لا يمكن منعها باي شكل والاشكال ليه؟ لان معناها انا كنت عايز لازم تمنع الهوا طب ما نلبس كلنا مسكات مسكات طبعا ديت بتقلل كتير جدا جدا من العدوى وبحياة كويسة لكن العملي ان احنا نتجنب الناس بقدر الامكان في الازدحام طب علاقة ده بالعيدة الفطر ايه؟ احنا في الاعياد عموما وعيد الفطر من الاعياد الجميلة اللي بتأتي بعد صيام شهر يعني مبارك وفضيل شهر الرحمة والعدق من النار شهر القرآن شهر رمضان الكريم بتبقى الناس عندها بيان نوع من الشغف انها تخرج تفك الوضع اللي كان موجود بتاع الصيام الانتقالات وزيارات الاقارب هي في الاخر علامة او اشارة او مظهر من مظاهر التراسق الشديد طيب نعمل ايه؟ يعني يا دكتور انت حديدك عايزنا ما نروحش نزور اهالينا ولا نزور اخواتنا ولا نتزاور مع اصدقائنا ويعني نحمس نفسنا هو انتوا حكمتوا علينا بس يعني كده اللي عليكو خليك في البيت خليك في البيت خليك في البيت يا عم بقى خليها سيبها على الله ويطلع واخر جملة او بتاعهم مش عارفة احنا زهقنا طبعا الجملة يعني دي مفهومة ومش محتاجة تعليق وبنتفهمها كاطباء بنعمل وبنحاول ان احنا يعني نقاوم انتشار المرض ونقاوم الاصابات الشديدة اللي بينتج عنها لقدر الله وفياته كده لكن قدر الله دي حكمته يعني احنا لما قلنا ان اول حالة جات مصر كانت في نص فبراير عشرين عشرين اول حالة كان راجل صيني وجيها دخل مول في مدينة نصر عشان يسلم ورق الزميل الصيني دي تاني ويرجع على الصين بعد كده تاني يوم بلغتنا الحكومة الصينية مشكورة بان الراجل اللي جالكو ده يا اخواننا في مصر الراجل ده طالع ايجابي لكورونا فخدوا بالكو ففحصنا بقى المكتب اللي نزل فيه ولقنا فيه واحد تاني كان موجود عنده خدناه فحصناه عملناه في التحاليل عزلناه في ان جيلة المعزل اللي هو كان يعني موجود بطريقة استباقية واستعداد قوي لانه ممكن نحتاج اماكن عزلة تكون بشكل جديد وبشكل حديث وبشكل متكامل الحالة دي عقبها 12 حالة الحمد لله ده خفوا دول خفوا الحالة 12 حالة دول النهاردة وصلوا لالاف في مصر ليه؟ لان الواحد بيعد عشرة والعشرة بيعدوا خمسين والخمسين بيعدوا الف هي كده انت قاعد كح واعتص في اوتوبيس او ميكروباس او طيارة او مسجد او كنيسة او مكان مغلق او مطعم وكحيلك كحيتين واخرج لازم المطعم كله لازم يصاب لانه انت بتسيب اللي جنبك على طول مفيش تباعد واللي جنبك خدر عدوى وهيعتص في كح في اللي جنبه ترميزة التانية وهكذا يعني عملية مزعجة جدا مزعجة جدا من احت الانتشارها يعني بشكل عنيف وبعدين احنا هنا في مصر خدنا الموضوع بنوع من يعني هقول ايه؟ عدم الاهتمام عدم الاكتراس شوية حمق على شوية افكار مغلوطة ان احنا ناخد كذا ونكل كذا ونعمل كذا واللي طلع على الفيس وطبعا لراكم الفيس يعني بركت الاشاعات وبركت الاخبار المغلوطة وكل واحد بقى هو وحواليه يعني كل واحد عنده خمسين واحد ولا خمس ثلاث واحد بيفتحوا عليه يروح حاطة اي اسم وطلع اي كلام ويكتب دكتور وهو مش دكتور ويكتب اي حاجة وهو مش اي حاجة وفي حاجات بتيجي محضوف علينا من بره طبعا انتوا عارفين ان احنا مستهدفين في القلق وواجع الدماغ القصة دي كلها الناس فقرت الحكمة بشكل جماعي فقرت الرزانة بشكل جماعي وابتلينا نشوف الناس برضو بتخرق في جماعات في تجمعات نقول جماعة حرام عليكم يبعدوا عن بعض مفيش يعني دقيقة بتعدي في الميديا غير لما يكون فيه اعلان في جميع قنوات العالم اللي ما يكون فيه اعلان اعلان عن انه ابتعد تباعد حافظ على المسافة اللي بينك وبين اللي جنبك ما تحاولش يبقى في تلامس ما تحاولش ان يكون في قبولات حاول انك انت تبتعد عن اللي موجودين ومن خاف سلم احنا قلنا لأ فيها ايه ايه الكورونا دي فين هي الكورونا يعني مش شايفين العالم كله لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي خمسة وعشرين خمسة او اربعة وعشرين خمسة الفين وعشرين عشرين عشرين وناس بتسألني هي ايه الكورونا دي هو سايا في كورونا هو انتم مش هتخلصوا بقى الحكابة عيدكم دي كان احنا عملنا مسلا حدوتة وبنحاول ان احنا نقرف بها الناس المشكلة عندنا في الاعداد اللي هي ظهرت مبارح كانت اعداد كتيرة جدا جدا عن كل يوم وعما سبق من ناحية الوفيات ومن ناحية العدد الاصابات الجديدة سبعمية وشوية كان ده على رقم من اول ودائنا تعترصت لحالات كورونا في فبراير اللي فات لغاية النهاردة طيب الرقم ده سببه ايه فين الحكومة فين حكومة ايه ابن انت هو بس ما تصلوا عنها بكده شوية عقل وركزوا معنا بنقول الواحد والاثنين والتلاتة يعدوا عشرة وعشرين والف طيب لما الناس سعرفة الكلام ده وفهمها كويس قوي ييجوا حصل قبل رمضان قبل الاعياد قبل ايد الفطر اما يخش تزاحهم في الاسواق ويعودنا مشاكل رهيب وده الناتج عنه الانفجار الحال دي وقت طيب نشوف الاول ابو يحيى ابننا الجميل هيسأل سؤال وربنا يسهل الحال نوفق فيه تفضل يا ابو يحيى السلام عليكم يا فندم عليكم السلام يا حبيبي ورحمة الله وبركاته اهلا بيك كل عام حضرتك بخير والامة الكلامية يا رب بصحة وسلامة يا رب وانت طيب والأسرة كلها بخير يا رب ان شاء الله والله يا فندم يعني مشوار الكورونا يعني مشوار بصراحة بصراحة انا حرميه على الحكومة من اول والأسرة ليه اه ليه احنا شعب دايما اه في حكاية ايه خليها على ربنا خليها على ربنا لكن ربنا سبحانه وتعالى مش جال ايه ايه طيب احنا ما فيش خالص اكتر من الاعداد دي نحتنين ايه تاني والمشكلة كل يوم بنكلم بعض النهاردة الاعداد في الزائد ايه النهاردة الاعداد في الزائد المشكلة اللي انا عارف بكرة يعني بكرة ليس ساعة مجاش صحي فندم ايه لكن انا عارف ان الاعداد بكرة حتكون اكتر من النهاردة شفت ازاي ايه ايه فانا عاوز الحكومة تشد علينا شوية معلش طب تشد علينا ازاي بس هي مش هتعمل حاجة ايه والحرام الحكومة تشد ازاي بس فاهمنا عشان برضو نستشير برأي لنستشد برأيك لان ده طبعا موضوع يخص مئة مليون مش يخصني ولا يخصك لوحدك فاقول لي ان اخترح حضرتك كمواطن مصري من عندك نقول ايه للحكومة من خلال المنبر بتاع قناة صحة وجمال فضل حضرتك انا انا هتكلم بناءا عن المكان اللي انا فيه كقرية فاني تمام احنا عندنا لو الغفير عدى اللي هو يخضع للعمدة ايه عدى وقال اكفل المحلات اكفلوا اللي كان اكفل كذا اكفل كذا بنكفل بصراحة بنكفل تمام لا معداش ما بنكفلش تمام فطبق على كده يا فنم حضرتك برأي في المدينة المحضة في الجمهورية يبقى المحلات كده تجفلت يا فنم نعم كمام فانا انا يعني بشد على الحكومة الحكومة مش هتعمل حاجة عيب ولا حرام بس معلش معلش محتاجين العصاية بتاعتكم يا فكومة كلامك يا زود كده الرسالة واسعة تمام وربنا يا فنم يعني يعني ينصر الجيش ينصر الداخلية وربنا يتزمنا بكرم ان شاء الله ان شاء الله ماشي حبيب وكل عام حضرتك بخير يا فنم وانت بخير كدتا بخيرك هو طبعا الله يخديك عيد سعيد عليك وعلى أسرتك وأشكرك على داخلتك الجميلة وإيجابيتك في انك انت عايز برضو الأمور تبقى كمواطن مصري تبقى أكتر انضباطا وزي بنقول دايما انه القوانين والأوامر والتعليمات والحاجات النصايح اللي بتوجه لها الدولة مدام فيه وقت معين الأمور دي بقت فيها نوع من الضرورة القصوى والأمن القومي وصحة الوطن المواطني زي موضوع كورونا وان فيه إجراءات الحكومة بدأت بيها وما فيش مشاكل ان احنا نراجع مع بعض كل مادة زي ما قال لنا أستاذنا كده وانه كل الصغرات الموجودة عندنا في الطريق بتاعنا في متابعة أو مواجهة كورونا من ناحية الدولة ومن ناحية الشعب نحاول اتعاون فيها مع بعض ونسد الصغرات دي ولا خبى ما مستشار فطبعا كلامك مزموط جدا وان شاء الله برضو هنكمل كلامنا معاك بوقتي على قصتك دي ومحاولك دا انه كلام مهم جدا بعد ما أرد على ابننا محمود اتفضل يا محمود معك أحمد أهلا بيك أهلا بيك أمر يا محمود أحمد زاكي أحمد زاكي أحمد زاكي أحمد عاملين إهناك الحمد لله ربنا يكسر الخير أمين يا رب إن شاء الله أمر يا حمد الله أنا من رأيي برضو صدق الحكومة يعني كان بدأت في موضوع الحظر الحظر يعني كامل خلال يعني يعني خلال شهر كان بداية الزهور عندنا من مركب الهيطماشر حالي كان عن فور كان عملت حظر شهر كامل ما حدش يخرج ده رأيي أنا وما حدش يخرج من البيوت والبيت اللي يحصل فيه حالة واحدة يأخذ يامل حظر عن المكان كله وحتى يقدر نقضي على هذه الوباية تمام وكل سنة سنة يفيد من طيب يا حمود وانا أخذ ليك شكرا عنديك يا حمد بانا أخذ ليك هي نفس القصة أسد زيتنا وأولادنا الجمال يعني شايفين إنه التفايل بتاع القانون أو الإجراءات ما كانتش بالطريقة اللي فيها نوع من الشدة والحدة وإنها بيقترح علينا أحمد من اللقصر إنه يكون فيه أو كان يمفوض يكون فيه نوع من الحظر الكامل لمدة شهر هو طبعا كلمة حظر كامل دي كلمة يعني تقيلة جدا 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 عند المسؤولين في اتخاذ القرارات لأنه معناها إنك إنت بتقفل جميع سبل وطرق التعايش في المكان اللي تعمل فيه جزء إيه ديت فعشان نبقى نعمل حظر كامل على كل الدولة المصرية دا دولة كبيرة ما هياش اتنين مليون ولا عشر تلاف ولا كلام من دا نحن عندنا مئة مليون بني آدم والمحافظات كلها متدخلة مع معدها كمان يعني مش مفيش عوازل ولا فوارق فده طبعا أدى إلى إنه هو نبقى فيه نوع من التأخير شوية في إنه هناخد قطع معينة قرى معينة في بالسويف قرى معينة في المنوفية قرى معينة في الجيزة اللي بنحكمها لكن الحظر الكامل دا إجراء صعب جدا اقتصاديا واللي معيشت الناس زي إيه هم مش قابلين الحظر الجزئي كان هيبقى فيه مشاكل يعني كتيرا فده قرار كان قاسي جدا وصعب جدا برضو ما زلنا مش قادرين نتحرك فيه طب نشوف مين معانا من إخواتنا دلوقتي تفضل حياتك مين معي يا أيها ابراهيم تفضل ابراهيم حضرتك كل سلامهم الطيبين من طبيب يا ابراهيم أيها فندم أهلا بيك وأنا بقول للشعب المصري كل سلامهم الطيبين من طبيب حديد شكرا والجيشنا المصري شكرا وأنا بحييي الجيش المصري طبعا والشرطة المصرية بارك الله وفيد وبحييي القايمين على عمل مسلسل الاختيار الاختيار بني أدى للناس صورة حلوة طبعا والأطفال طبعا وده أول حاجة يعني أنا بحب أن أنا أحييي الجيش المصري خير وجنود الأرض بارك الله وفيك وبقول للسيد الرئيس يا سيد الرئيس اضرب بييد من حديد بني أكلمك على كل ما تسول له نفسه الاحتداء على أمن مصر والمواطن المصري إن شاء الله وعانى الله الجيش المصري والشرطة بارك الله وفيك حتى بنتكلم في موضوع الكورونا فضل ما زال الناس مش مستوعبة معنى كلمة كورونا ليه يعني الناس يعني أنا ماشي في الشوارع الناس يقول لك إيه يا عمي الأقب دا كلام دا هم بس يقولوا كلمة ليه ليه يعني إحنا في الجرائط كلها وفي كل الميديا وهم عندهم كل واحد اللي عنده البيت بتاعه الدش فيه 17 ألف 17 ألف خلاه كنت العالم بيقول في كورونا ناس البطاء في الأسواق على بندر السوق يعني بلتك بقول لك إيه كورونا دنيا غرقانة ليه أنت من رأيك ليه؟ الرسالة وصلت عن طريق التلفزيون وعن طريق الميديا التلفزيون عامل دوره على أحسن وجه وعن طريق الدولة وعن طريق الدولة ليه الناس بخاية الرد الفعل لك من روجة نظرك أنت مش عارف يعني يعني دي أنا عن نفسي بس النفس هم بيعملوا كده ليه يعني ليه ما فيش وعي وما فيش الثقافة إن احنا نحافظ على نفسنا عشان نحافظ على دولتنا لأن الدولة الاقتصادية ما تجدرش تتحمل المشاكل دي كله هو حتى لو إحنا قلنا الناس اللي ما عندهاش فكرة عن حاجة اسمها دولة وما عندهاش حس القوم يعني بشكل جماعي على الأقل يقول أسرتي أمي إخواتي أولادي على الأقل يعني أنا لما أقول أنا خارج راح السوق علشان أجيب خدار أو أجيب ملابس وأروح داخل فأصعب حتت في السوق والزحمة بنوع من الرعونة وأبتدي أحتكب الناس وأخد عدوى ناتج القومي الاختصال القومي والمنظر الشكل العام خلينا في الأسرة أنا دلوقتي إكس من الناس روح تنزلت ستة أو راجل علشان أجيب حاجات ضرورية للبيت أو غير ضرورية الشيطان قال لي خشي أو خش في المكان المزدحم ده المول ده أو القهوة دي أو المطعم ده أو المكان دوت اللي هروح أشيري منه هي الأسواق والمحلات اللي عملانا للوقتي مشكلة رهيبة جدا في مصر ليه الناس ما هياش رعية إنها هتجيب مرض ينتقل لكل الأسرة وإنه هيطيح بحد منها لقدر الله في الوفيات ليه يعني أنا عادي أفهم يعني ما يكون فيه شارع موجود فيه عربيات بتجد بسرعة ليه أجر ولادي في وسط العربيات طيب عاديش من الحذر ونوع من الحرص وإن مصر وكان معاها إيطاليا في فترة من فترات في أول الجائحة برضو استهتروا وراحوا طيحين وقالوا لهم هنعمل لكم حجر على البلد بتاعيكم المنطقة دي بلد قري يعني مدينة جزء من إيطاليا في الجنوب من بكرة علشان فيه عندنا حيات متفشية في المكان هنا وهيبقى فيه حذر كامل على المنطقة ما كان من الجماعة دول اللي هم أخذوا عربياتهم وأكلوهم وشربوهم وهدومهم وراحوا طفشانين من المكان دوت المدينة دي في الجنوب وتلعوا فين لشمال إيطاليا فحصل التفشي هناك زي ما حصل بيحصل التفشي في أي مكان وما تلعوا وفيات كتيرة من الرؤونة برضو طيب نشوف التليفون معنا مين دلوقتي تفضل حياتك قالوا طيب أنا هنكران برضو بنا سهل لأن نتواصل معاكم عن طريق التليفون فأقرب فرصة بس أنا بقول أنه زي الإزدحام والتلاحم والتلاسق أرجوكم زي ما قلت لإبراهيم دلوقتي ابننا أنه هو الخاسر الأول إحنا الخاسر الأول أنا أنا كبن أدم مسؤول عن أسره وكذا طيب نشوفه محمد مفضلوا أهلا بالحج عليكم السلام ورحمة باركاته بعد إذنك يا دكتور أنا بأخذ أنا عندي مريض السكر وضغط أيا فأنا فأخذ بأخذ للسكر أنسولين وبأخذ وبأخذ جينموت أيا فأنا بأخذهم بأخذهم في الفطار نعم بأجي في السحور بأخذ بأخذ دايماكرون وبأخذ كولوكوفاج نعم بس بس ما بأخذ دايماكرون وكولوكوفاج بيبقى السكر عالي برضو أخذ أخذ جينموت واخذ كولوكوفاج في السحور هو السحور مش مستحب فيه دايماكرون لأنه بيعمل هبوط برضو أثناء السيام فنأخذ الجينموت مرتين يا حق ربنا يخليك ليا فطار وصحور مع الإنسلين في الفطار ويقول كولوكوفاج خدي فطار وصحور يقول كولوكوفاج خدي فطار وصحور يبقى جينموت مرتين الجينموت يا أما عليش أقول لحضرتك أنا بقى أخذ أخذ في الفطار أولا ما جفتر واحدة جينموت وأخذ الأنسلين الله ناور عليك وبعد الفطار تاخذ جلوكوفاج وبعد الفطار بعد الفطار ولا بعد السحور بعد الفطار جلوكوفاج وبعد السحور جلوكوفاج كولوكوفاج ألف إن شاء الله ولا أخذ 750 750 الألف الألف كويس هندينا الألف الغاية الثلاثة في اليوم يعني ناخد ألف ممكن يكون اثنين أو ثلاثة فيش مشاكل أه أه أيو أيو دوك ولما نيجي بقى في الفطار العادي أخذ كده نفس النظام دو في الغدى وفي الفطار فطار وعش آه فطار وعش شاء الله ما خد شي حاجة تاني لا وتابعي ماشي ممكن نخليهم عشرة اتزبطنا خير مباركة ما اتزبطناش لسه عالي نخليهم اتناشر وهكذا مفيش مشاكل طيب كل سنة وحضرتك وحضرتك طيب كل سنة طيب أجل ما ألف سنة فالرسالة النهاردة في عيد الفطار المبارك المختوم بختم كورونا الرسالة هنزور أهالينا أمهاتنا أبأنا أولادنا أحفادنا أصدقائنا ونراعي التباعد نراعي التباعد بطريقة عادية يعني مش بطريقة فيها نوع من التظاهر أو نوع من التأفف أو التريقة أو تحس أنك أنت يعني عندك يعني سبة أنك أنت بتحمي نفسك أو كذا أو كذا ده اللي بلاحظه في مشكلة يعني الناس اللي هي بتحول تلتزم بأن هي مثلا ما فيش قمولات يبقى شوية عن القدام منه بقى معها كبيات بيجيب كبيات في البيت كبيات ورق أو كبيات بلاستيك عشان يستعملها مرة واحدة ويرميها بيجيب إطباق رخيصة اللي هي بلاستيك دي برضه أو الفوم يستعملها مرة واحدة ويرميها وهكذا حاجات وسائل بسيطة أرخص مليون مرة من أنك تتخش المستشفى طيب النهاردة احنا صبعا الخارجين من رمضان ومعانا اتصال من أخونا رمضان رمضان عيد سعيد يا رمضان عيد سعيد عليكم إن شاء الله إن شاء الله دي وقت أنا عندي نبضات نبضات ألف سريعة تمام خايف وتحت ألب على طول أول بم المعدة تحت شغال زي نبضات الألب بالضبط ربط الدكتور بغضنا رح قال لي بيشوريان بين الألب ووصل لبم المعدة ده هو اللي تعبك سويا ده عشان جتم نحيط شغال على طول زي نبضات الألب بالضبط ماشي ربط الدكتور تاني أعمل دعني ده وقال لي ما عندك شفع عاجة بس أنا بقى رمضان أين أنت رمضان رمضان خلص كل سنة وطيب رمضان ربين نهي دي الحال هو طبعا ضربات القلب السريعة والأحساس بيها من القفص الصدري ما تكون عنيفة جدا ولما الخارج من القلب عشان يغز البطن بجوار الماء ده على طول فيبني النبض بتاعه مع القلب عنيف إذا كان القلب دقاته سريعة وقصة كده علاجها إن شاء الله سهل جدا بس هو محتاج إن هو حد من زمانينا أخواتنا استشاريين القلب يشوفه وهيتطمن عليه وهيعمل له أشعة موجات صوتية على قلبه ويشوف حجم القلب بأخباره وإذا كان رسم القلب معاها وإن شاء الله يكون حلها سهل وبسيط للضربات الزيادلية أمر من الأمور اللي هي بتبقى فيها يعني انزعاج أكتر من اللازم لأنها هتقواود على طول فإن شاء الله خير بإذن الله إذا كان مفيش حاجة في القلب هعمل له تحضير غدة ضرقية مفيش دولة لها هيدينه مهدئ بسيط بتبقى القلب وهم كسره يبتدي يشوفك ويتطمن عليك إن شاء الله ربنا نرجع تاني لشبح كورونا ونور رمضان وفجر العيد العيد الجميل العيد يبقى جميل لما نكون إحنا بعيد عن المشاكل كانت الأعياد اللي فاتت كلها كنا دايما بنيجي نطلع في حلقات في التلفزيون ونقول خلوا بالكو يا أخوانا من حوالي السيارات خلوا بالكو أولادنا اللي بيطلعوا في مراكب في النيل عشان يعني يهيسوا مع بعض ويغنوا والدجهات شغالة والمراكب بتبقى منورة ومدعلطة ليل نهار وجميلة وحلوة ومظهر من مظاهر العيد كنا بيقول خلوا بالكو لإن فيه ممكن مركب تقع في النيل من كتر الحبل اللي فيها ممكن ان يجرب عربية على الطريق وهو يهزر مع أصحابه تتقلب بيه لقدر الله يموت فدي كتر حاجات بتبقى نصائح خاصة بالعيد عشان نتجنب مشاكل ممكن يكون فيها لقدر الله خسائر فادح كذلك برضو بنقول بالنسبة الكورونا انا مش عيب ابدا ان انا اكون عندي مصك في جيبي في الكيس متاعه اكتر من مصك وشيقلهم في جيبي لو داخل مكان في زحمة داخل بنك داخل اي محل سوبر ماركت عند الجزار هنا هنا بقى السوق هشتري حاجة وتراحم مع الناس او هركة مواصلة او مترو يبقى لبس المصك ده النهاردة الامور دي بقت الى حد ما واضحة يعني اكتر من الاول لكن عايزين هتبقى حاجة جماعية عن اختناع لانك انت بتحمي نفسك وانت بتحمي انت بتحمي حاجة غيرك انت بتحمي نفسك اولا بيستغنى عن نفسك مش معقول وبعدها انت بشتغنى عن نفسك وخلاص لا ده مش انتحار ذاتي ده انت كمان بتسبب مشكلة صحية محتملة ممكن حد فيهم بيطعب جدا جدا وتقولش انك انت قوي ولا في البيت شداد لا الكلام هنا مفوهش هزار لانه الفيروس صحيح انه هو سريع الانتشار وما بيعملش وفيات بعدد الانتشار بتاعه بشكل كبير لكن الاهمال بيقدي لانه بقى فيه اصابات رئوية بقوله هو الاهمال يقدي للاصابات الرئوية او لقدر الله الفشل التنفسي يعني ايه اهمال يا دكتور يعني احس بالاعراض وما توجهش لأي دكتور مش لازم تروح تجري على مستشفيات الحميات من اول شطة كابريت لا انت حدرتك حسين باي اعراض اللي هي بتاعت الانفلوانز اللي هي الكحة والسوعال وخلافه روح اتوجه لدكتور اللي جنبك دكتور اللي جنبك مشكورا هيفحصك لقى صدرك كويس مفيش مشاكل هيقولك اعزل كل واحد اعزل نفسك بنفسك في البيت في اي مكان يكون بعيد عن الازدحان بتاع البيت تنام عليك على كنبة تنام علي الارض لو تت في الصيف لو تت جبك كمرتبة او سجادة او اي حاجة وتنام علي الارض مع نفسك ديت هتبقى بعيد عن انك انت هتقعد تعلي غيرك والمكان اللي انت يبقى وجود فيه في البيت ما هواش مكان غريب عليك ما هياش مستشفى هتتقفل عليك ما هواش الجو الصعب بتاع المستشفيات اللي بيعمل النوع من الاحباط والاكتئاب والرعب واقعد في بيتك معزز مكرم دي احسن لما تقعد في المستشفى يعني اللي دي المستشفى ما هياش الجنة وفي نفس الوقت هتقعد كل شوية تنفخ وتبتاعها وقعد مرعوب وكل اللي جاين لك حاسنين انك انت عندك شيء مخزي او شيء من بتاعي يعني عملية فيها لعبكة ما لهاش لازمة اعزل نفسي بنفسي في البيت طالما ان الدكتور طمني وقال لي يفيش اي حاجة في الرقة والدكتور هيعمل اللازم اذا كان عايز يعمل تحاليل او اشعات وهيقول لك تبقى اني بالتليفون لو جد شيء هقول لك اعمل معا كذا جد شيء معين هحتاج اشوفك تعالي يبقى هنا الكلام بالعقل مش عايزين فين الحكومة عندي 11 واحد زي واحد بيكلمين بي يقول لي عندي 11 واحد في البيت عندهم مش عارف كورونا مش عارفين نروح فين طول عندهم ايه قال كانوا عندهم واحد كان مخاب طلع ايجابي وهم قديم مرعوبين طبق قديم مرعوبين المرعوبين ان هم يتحجزوا فيها علشان يطمنوا حكموا انتوا لو في حد في يعمل كده في العالم هتهولي غير منطق بيه لانه ده ما عندوش اعراض طب اللي خايف ده يعمل ايه يلاحظ نفسه يتصل بينا يكلم الدكتور بتاعه ويأزل نفسه في البيت طب انا عايزة تطمن يا دكتور انا عندي وما عنديش يا سيدي اعزل نفسك 14 يوم في البيت وبعد كده ما فيش عندك اي اعراض 10 يوم دول اخر يتفضل مع السلامة عايزة تطمن بالتحاليل يا سيدي التحاليل والحاجات دي كلها ما هياش القصة عندك كورونا وسليم ايه المشكلة ما حنقولنا ان الخبس 85% من الناس بتخف انتهى ال 14 يوم خرص القصة بتاعت انا كنت بكون فيه عدوى خلاص ايه بقى ان انا عايزة حلل عايزة حلل عايزة حلل حلل ايه افترض ان الميت مليون اللي موجودين دلوقتي وده افترض قوي الميت مليون اللي موجودين في مصر زي التمانية مليار اللي موجودين في العالم كله عنده كورونا خلاص نعمل ايه كل واحد فينا يبتدي يشوف اللي عنده اعراض يعزل نفسه اللي الآن من نفسه يعزل نفسه اسبوعين ويعدوا على خير بحيث ان هو يبقى في مكان فيه اوضة فيها شمس وهوى وفي الصيف دلوقتي يشغل المروحة يبقى افضل عشان ما تبقاش مكتومة وما بقاش فيه كلفتة والبتاع وعمل نفسه يعني في سجن حسن الهلالي لا يبقى ماشي بالعقل والاكل بتاعه بتحطله قدام بالبتاع بتسلمله كده من باب القوضة ويخش الحمام بخط السير ما يكونش فيه حد في الطرقة معاه الفوتة بتاعته بياخدها معاه وهو داخل وهو خارج ما فيش اي حاجة فيه كده زيادة يبقى انت هنا عندك امر بانك انت زي بيقولوا التحفظ بالنسبة لبتاع الداخلية البرقادم ده ما فيش صفر لي ده متحفظ عليك تبا انت قاعد في بيتك ده افضل وانا تقعد في السجن اللي هو المستشفى طب انت هتيجي المستشفى هنعمل لك ايه هنعمل لك تحديل كل يوم فيها او ما فيهاش انت فيك حاجة انت ما فيكش حاجة طب حل المشكلة ايه لو عندي او ما عنديش اربعتاشر يوم بالعازل بيدعن الناس هل دي مشكلة يا اخوانا الكلام واضح الكلام محدد مش متاهة مش كل واحد يحاول يفتي وهم قالوا وقريت على الفيس ومش عارف ايه مش عارفين نتكلم نتكلم الكلام اللي الحقيقة يعني كان يعني مش مريح خالص الفترة اللي فاتت من انه كل واحد عنده لسان عاوز يستعمله بيستعمله بدون رابط ولا زابط احنا في العيد الوقتي عيد الفتر مبارك كل سنة من طيبين انتهى شهر رمضان على خير الحمد لله رب العالمين ان ربنا سبحانه وتعالى اختصنا واكرمنا بان احنا صمنا رمضان هذا العام يا ندعو الله سبحانه وتعالى ان نكون عنده من المقبولين من المرحومين من الناجين من عذاب النار من الداخلين للجنة مع الابرار هذا هذا كنز من السواب العظيم انتهى خلصنا كله الحمد لله والنهارده يوم الجائزة بتاعتنا اللي هو يوم الفوز بان احنا من الناس اللي لتلعوا عبروا وتلعوا لاخر رمضان بفضل الله وابعونه الايمان السليم اللي هو النظافة من الايمان الايمان السليم اللي هو لا ضرر ولا ضرار الايمان السليم انك انت تكون تحافظ على اللي حواليك الايمان السليم انك انت ترضى بقضاء الله وقدره مش تقعد تلفخ في عندنا مشكلة موجودة في العالم كله مش موجودة في منطقتنا بس ولا في مصر بس ولا في اي جن نزرق اللي هي اسمها الكورونا تحتاج ان نكون كل انسان معتزل بعيد عن غيره عشان ما ينتقلش المرض ده من انسان لانسان لانسان وبعدين في السكة في نسبة من خمسة لعشرة في المية ممكن يحصل لهم حالات حرجة جدا ووفيات ووفيات وبعدين الرعب بيقدي الى انه عايزين نتازل في المستشفى مش لقين وروحنا المستشفى خاص قالولنا اليوم بتلاتين واربعين الف جنيه تبعني بقول لك هو عتويتك وانت بتروح المستشفى الخاص يعني هعملولك التت ما هو كل حدات جديد جارة فانت هنا بتعرر نفسك للمشكلة وتقعد تنفخ وتقزم نفسك ليه السهل اللي انا بقوله ما تصعبوهاش على فسكه وزي ما قلق سادزتنا اللي كانوا معنا في التواصل من شوية احمد وابراهيم وخلافه انه الدولة يجب انها تكون لها نوع من الزبط والربط اكتر الزبط والربط احنا انا اللي بلاحظه انه عاملين زي بالزبط عسكر وحرامية يعني الشرطة تمشي في الشوارع اللي انا بشوفها بالليل بكون عندي خروج وحركة من هنا ل هنا بحكم شغلي كطبيب ابو سلاقي ان الاولاد اللي هي عاملة تجمعات اطفاء اولاد شباب 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 جايبين طبله وبتاعه وسجايره قاعدينه وزبطه ويجي خمسين ستين واحد هيصين مع بعض طب وهدا يا اولاد برضو هيبقى هنقل عدوى منكم بيجي منكم من بعض هينقل عدوى الاهليكم هيبقى العدد للنهاردة الف بيكم هيبقى بكرة عشرة الاف زي بقول استاذنا الاعداد هتتزايد ما لازم تتزايد هو عندنا بس في العالم كل عايز يعني رسالة بسيطة يعني ارجو ارجو ان احنا نقدر ان احنا فترة معينة طارت او قصرت لغا دلوقتي مش بيين لها يعني حدود معينة للنهاية لكن النهاية بتاعت كورونا جاية جاية ان شاء الله لنا بيعلمين ده طبيعة الامراض المعادية يعني وانه بالمرور في الفترة اللي جاية ديت نصبر نصبر على نفسنا شوية فانه ما يبقاش فيه خروج الستات ارجوهم اللي بيروحوا الاسواق والرجال اللي ملهاش حد ينزل نشتغلوه يجيب لها حاجة من الاسواق يعني يا ريت يبتعدوا عن الاسواق الزحمة ومش لازم يعني فرق النص جنيه ولا الجريدة عشان تروح رمي نفسها جوه في بسط السوق عشان تجيب طواطم ولا كذا وتوفر جنيه وتيجي حاسة انها جابة الدين من ديله وجايبها معاها عدوى وجايبها معاها امراض وتموت الدين اللي في البيت كلها اعقال يا ستة هان اعقال يا لو سمحتي وشوفي اي حد يكون قريب منك بتاع فاكهة او خضار او سوبر باركت مش لازم الراجل البعيد مش لازم المحل الزحمة مش لازم اقعد الفه بالعربية من درج لدرج عشان اعبي حاجات معايا ورقة صغيرة بلزم اخشها على طول اجيب الحاجة بتاعتي ازا كان المكان فاضي او ازا كان المكان مش مزلحم لكن ما اختارش الوقت المكان الزحمة وعشان اخش فيه الوقاية بالمسك مهمة جدا في المنخش اماكن زحمة اللي هو القناع على الوش لما تستعمله مرة وانتهى خلاصها كده روح راميه وجد طلع واحد غيره بعد كده للمرة بعدها اي مسك بالمبدئية دلوقتي هيمشي معايا مفيش مشكلة يعني نص العامة وللعامة كله اليدين وغسيل اليدين في التلامس يعني الغسيل بالمية والصابون هو القعدة مش السيبرتو مش الكحول الطبي الغسيل بالمية والصابون هو القعدة في الوقاية بالنسبة لليدين والواجه من كورونا يعني انا هخرج من البيت انا بتودي كذا صليت ايدي نظيفة وخارج ركبت مترو ركبت عربية فتحت اي حاجة لمست اي حاجة في الدنيا سلمت على حد اصلا بمسلم عليها فيش مشاكل مش هحط ايدي بوقي خالص لغاية لما ارجع البيت او اكون جنب اقرب حنفية عردي في الشغلة او في البيت ومعاها شوية صابون واروح غسل ايدي كويس جدا رجعت كما كنت زي الفل الحمد للرب العالمين يبقى مش عقدة غسيل اليدين مش عقدة يعني غسيل اليدين غسيل اليدين اللي هو المفروض الانساني طهرها باستمرار طبيعي يا جماعة انتو بتحسسونا ان احنا فيه بيننا وكجيل بيننا وبنجيل اللي موجود دلوقتي يعني كأننا من مريخ وانتو كمعبودين على الارض من الاول ايه دا؟ بكون ناش زمان غير اليدين نظيفة وكنا في المدارس وصلنا على الظوافر والحاجات الوش يكون نظيف والشعر متسرح والغاية سنوي سنوي يعني كنا شخطة وكان مدير المدرسة اللي يرحمه عندنا في الارمان كان يعدي على الطلبة في البطابور واحد واحد اللي يلاقي شعره طويل شوية وانا بربي سوالف كان يطلعوا ويكدروا عشان يعلموا الاخلاع فيه ايه؟ يعني انتو غاويين تعملوا مشاكل وتيجوا في الاخر تندبوا معلش في التعبير يعني ما نساعد بعض هو الحكومة بتطلع قوانين وبتحاول تزبط القوانين دي بالناس بالدخلية طيب احنا فين؟ هو احنا شعب ضد الحكومة ولا ضد نفسنا؟ يعني احنا كشعب ضد بعض الحكومة بتعمل ايه؟ بتحاول تزبط الدنيا عشان الأمور تبقى هادية طيب احنا بنعمل الكلام اللي بنعمله هو الانفلاد ده ضد مين؟ بنعرض مين؟ بنرفض ايه؟ بنرفض الأمان بنرفض السلامة بنرفض العقل بننده للشيطان بنعمل كل حاجة غلط في نفسنا ده ايه الحمق ده؟ معلش يعني في التعبير لازم يكون فيه نوع من الهدوء شوية والأب يعلم ابنه ان هو والابن يتعلم صح جدا طفل بمستوعب قوي اكتر منه الكبار يعني ايه نظافة ويعني انه يربس الماسك وان هو يبتعد عن الزحام ويبقى واقف كده بهدوء بدون تشنج ده عادات دي سميح الجانب الإيجابي من كورونا ان احنا نرجع نبقى نهدى وننظم نفسنا وبناشر برضو بناسبة الأسواق بناشر برضو تاني وتارت وعاشر زي ما قلت قبل كده برضو في اللقاءات مع قدمات أخرى انه يجب انه المحليات والمحافظين في محافظات مصر كلها يهتموا جدا بانهم يعملوا خطة كل في مكانه لتغيير الأسواق او أماكن الأسواق اللي موجودة في مصر بحيث انه هو يبقى فيه عندنا أراضي كتير فاضية واحنا الناس تعرفت على ان السوق في المكان ده اللي فيه الزحمة دي اللي فيه الخنقة دي علشان نروح نجيب منه الحاجة بتاعتنا علشان نرجع نجيب الحاجة إذا جيبناها أو ما جيبناهاش بس أكيد هنرجع بالكورونا أكيد هنرجع بالكورونا عشان السوق زحمة أي مكان المحليات عرفة الأماكن الفاضية بالاتفاق مع المحافظ وفي كل محافظة ويبتدوا يعملوا تخطيط الأسواق الأسواق اللي هي التقليدية اللي موجودة حاليا دلوقتي تتناسف نسفا تنتهي خالص ونختار مكان جديد للأسواق يكون واسع على شكل خضاري وعلى شكل فيه اتساع ويكون فيه براحل اللي هو يكون يكون بين البيع والبيع مسافة مش كل أربع بيعين نازقين في بعض ده اللي موجود في الأسواق تبصي تلاقي الشارع مقفول إيه شارع السوق سوق إيه؟ سوق الأخلاق يعني؟ ولا سوق الفهم عموما يعني هو العيد سعادة والعيد فرحة وأنا عايز أكون دايما أسترجع السعادة والفرحة مع كل المصريين وبقول لهم حفظوا على بلدكو وحفظوا على أنفسكو وحفظوا على أساركو واحمدوا ربنا ربنا سبحانه وتعالى أكرم مصر بأن عندها أقل عدد من الإصابات في العالم وأقل عدد من الوفيات في العالم بشكل كبير برغم الزيالات اللي جات نطت كده في اليومين اللي فاتوا إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى صاحب الأمر هيأمر وبإذن الله برحمته اللي واسعت كل شيء إنه ينتهي هذا الكابوس من الكرة الأرضية وعلىها درس للناس إنها تتعلم حاجات كويسة من ناحة النظافة وخلافة واللجوء لربنا وعدم التراسق والحاجات دي كلها وفي الآخر وفي الأول لا يبقى إلا العيد هذا عيد الفطر المبارك أتمنى لك وكلكم السعادة والصحة والسلامة وأرجو إننا ما كنش يعني دايقتكم في الضقائق اللي عدناها مع بعض كل سنة وإنتوا طيبين مع تحياتي لكم دكتور سمير عنطر الصحة والجمال